حل الدوسي هي انطلقت من نهار الجمعة ليسلي فاتت الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب المخصة لنظر في ميزانية الدولة مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون مالية 24 ولي بيش تواصل إلى حين التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024 برمته إذا يقبل 10 ديسمبر 2023 بالضبط تم الاستماع منذ نهار الجمعة بداية برئيس الحكومة كان اللقاء في البرلمان مع رئيس الحكومة ثم مع بقية وزراء حكومته ومناقشة ميزانيات وزاراتهم إضافة إلى رئيسة الجمهورية واللي كانت ممثلة بوفد من قرطاش في البرلمان في كل الحالات خلف هذا ردود فعل زادة واسعة تقريبا في علاقة بحضور السيد رئيس الحكومة اللي ما كانش موجود في الحصة المسائية ما جاوبش على أسألة من عند النواب من بعد الوزراء جاءوا تباع عن ميزانيات الوزارات اللي إلى حد الآن حتى المؤسسات السيادية أحنا الآن أمام ارتفاع في أعداد من الميزانيات نتوضح أن الرؤية شوية في علاقة بميزانيات الوزارات سورتوك نقارنوها بـ 2023 نلقى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة مثلا اللي طورت ميزانيتها في 2024 بنسبة 24% مقارنة بميزانية 23 ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سجرة زيادة بـ 4% وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطور بـ 5.77% في الميزانية المقترحة لسنة 24 مقارنة بـ 23 وارتفاع بـ 3.9% في ميزانية وزارة النقل وكيف كيف نلقاه حجم مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 24 شيء تطور بنسبة 2% وتوى جاري الاستماع إلى وزير شؤون الخارجية بالبرلمان ومراقشة ميزانية وزارة الخارجية كنا نسمع فيه في الأخبار ميزانية الوزارات المحدودة فما تشكيات من بعض الوزارة في علاقة بميزانية وزاراتهم السياحة كيف كيف تراجع في ميزانيتها نلقاها في حدود 180 مليون دينار ليعتبرها وزير السياحة ضعيفة وقت الاستماع عليه في اللجنة كيف كيف نوي بلجنة الصحة تشكي ومن ضعف الميزانية المرصودة لوزارة الشؤون الاجتماعية مقارنة بأهمية الخدمات التي تقدمها للمواطن وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار قال وقت حضوره في الاجتماع اللجنة قالوا ميزانية الوزارة لـ 2024 قدرت بـ 344 مليون دينار بزيادة في حدود 13 مليون دينار وهي لا تمثل حسب قوله سوى 0.59% من مشروع ميزانية الدولة للعام الجاي وضعف الموارد يحد من تطلعات ديبلوماسية التونسية في ميزانية وزارة السحة مثلاً القاوة تمثل 5.5% فقط من ميزانية الدولة أبرز نقاط اللي قاعد يتم الحديث عليهم اليوم صحيحة وكننا نحكيه على المشروع ككل نلقاء وثمانية نقاط أساساً اللي قاعد يتم الحديث عليها اليوم مسألة الضرائب المشروع يضمن زيدة في الضرائب على بعض القطاعات كما البنوك المؤسسة المالية وشركات التأمين الهدف هو دعم ميزانية الدولة وزيدة الإرادات الضريبية مسألة الدعم بالعنوان الكبير موجودة في 2024 توجيه دعم لمستحقيه والقطاعات الاستهلاكية خاصة نحكيه على المواد الأساسية المدعمة كما السكر الفارينة سميد العجين الغذائي الشعير والطاقة وغيرهم دعم الاستثمار ذي النقطة مفصلية كيف كيف ما قدمتش لحكومة إجراءات جبائية جديدة ليس لجذب المستثمر الأجنبي وحتى تونس وهو ضمان استقرار الوضع الاقتصادي ذي كلم يقولوه عديد الخبراء مسألة الإعفاءات الجبائية المشروع يقترح أعفاء المؤسسات الجديدة من الضراء بعد دخل لمدة أربع سنوات مشروع قديم جديد فيه برشا ما يتقال كيف كيف جبائية جديدة على المؤسسات السياحية في علاقة بمشروع قانون المالية 2024 في نسب معلوم الإقامة السياحية وإتاوة الدعم وتم توسيع ميدان تطبيقهم في إطار إرسالية بديلة لتمويل نفقات الدعم وهوني كيف كيف تشكية كبيرة من أهل القطاع في السياحة الضريبة على الشراء العقاري المشروع ما كملش في تطبيق ضريب 13% على الشراء المساكني الجديدة اعتبارا من 1 جنوبي 2024 نحكي على 19% التصدير والاستثمار كما قلنا ما فهمش إجراءات تتعلق بالتصدير والاستثمار الخارجي وأخيرا النظام الجيبائي التفاضي للتصدير اللي يعتبر إلغاء هذا النظام أحد أسباب اللي أدت إلى تدهور الاقتصاد الوطني في السنوات السبق وهذا الآن نهد لحقيقة يحيل كذلك في علاقة مثلا باشترا وإلا اقتناء مسكن اللي حاجة ولا تقريبا في تونس الآن صعبة جدا وجدا جدا جدا على عديد المواطنين التونس بالهاتف رئيس لجنة المالية بالبرلمان عيسام شوشين مرحبا شكرا شكرا مرحبا بيكم وكيفكم مستمعين شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية حلط سعيد على هذا العمل الجبار الآن داخل البرلمان نعرف اللي لجلسات ماراتونية لكن سعيسام ننطلقه في سؤال مبدأ يلي أولاني هذا امتحان كبير بالنسبة للبرلمان التونسي الآن أول موازنة بالنسبة لي موازنة 24 الآن اليتقال البرلمان هو أني موازنة محاسبتية وما فيها تقريبا حتى أدنى لون لمشروع اقتصادي متكامل شو رأيكم انتوما داخل اللجنة وشو رأيكم تحت قبة البرلمان بصفة عامة سعقبل كل شيء سعيسام شوف أنا مش أعطيك معناها كمشروع برمتي ولهذا أنا شخصيا تكلمت عليه في الجلسة العامة مع أول موازنة المالية وقلت اللي كونه وانتظرات الشعب التونسي تفيه أنه بتعطيها نظرة مستقبلية لحاجات مقبولة ومعقولة معناها تعطيها تطمينات مقبولة وهو شنو مش نعملو وهو شنو الإجراءات وتكلمت عن رولانس إيقونوميك أنا تكلمت عن انتعاش الاستفاد شنو نظرتنا أحلى كتوانسة وكافر المال وكافر التنفيذية كيفش مش نشوف الانتعاش الاستفاد هذي من حيثه بصفة عامة على الوضع اللي أحنا نعيش فيه اللي قدامنا أحلى قانون مالية لسنة 2024 واللي تتعابد فيه العديد من الفرازيات واللي هي مثلا منتعلقة بساعد رميل النفط منتعلقة بموسم الجافاف التي تمر بها بلادنا وهذه كلها تدعيات سلبية تحيح على الموازنات المالية موجودة في 2024 لكن أنا من الوصف المساج هذيك إمكانيات الدولة التينيسية بما تعلق بمشروع القانون هذيك إمكانيات تتعاملنا في حدود إمكانيات لكن هذا ليتلام سعي سامر يقولك حتى كان أنت هذهك إمكانياتك يا أخوي أعطيني شوية مخيال أنا أعطيني حاجات جديدة أعطيني شوية وفاح أعطيني فكرة التغيير 25 جويلية مبني على التغيير على تصورات جديدة في علاقة بالتشريع على تصورات جديدة في علاقة بالدور الاجتماعي للدولة شلو ولي تبدل ما تبدل شي فهمت شو نواسع يسام الفكرة هو أنه ما عنيش ما عنيش شفاح ما عنيش حاجة اللي نشدها ونقوله تيان فما تغيير ولا بصيص تغيير شوف هو بالنسبة للمشروع القانون فيه العديد من الإجراءات الحقيقة أنه باش مثلا لكن أنا نرجع فضل دي ما نخوض أنا مكانا متعاقليني ومنطقي في التحليل فضل عليش خطر خطك أنا ما عنيش شريح أنه شعب التونسي مش مشكور نسبة الرضا 100% أو 50% أنا البنيت على المعطيات إذي يجينا أحنا كالاجت المالي عليش خطك أنا هكي إمكانيات السريح رو أي إجراء وأي إصلاح لازموا وقت ولازموا تكرفة هذي من حيث حتى لازموا تصور طب طبعا يجبك تصور يجب تصور وراه فيه تكرفة وفيه إجراءات ومش حينية مش إجراءات حينية معلها اليوم أنا كنت ترجع لجنة المالية وأعمال لجنة المالية من أول جلسة العقدة ما هو طلبنا أحنا طلبنا على مراجعة مجالة الصرف وأنا نعرف أنتم كي إيكونوميس نعرف لمفاكة بوزيتيف متاحة على الاستثمار في تونس أحواجنا أحنا الاستثمار في تونس ووقت روجهنا السؤال لسيد وزيرتي المالية مجالة الصرف ستكون إن شاء الله بإذن الله في الأيام القليلة القادمة ستكون في المجلس النواب للنقاش هذه حاجة ببادرة طيبة مجالة المالية مرأة سعيسام قد نجد أنفسنا أمام المصادقة على الموازنة 24 إلى جانب زادة كذلك دخول مجالة صرف للجنة المالية تحكيو فيه أنتم ومن بعد يتم المصادقة عليه أكيد مش تعرض على النجلة المالية للنقاش ستعرض للجنة المالية سنخطط القريب العاجل مع وزيرتي المالية لأنها صارحة في الجلس العام أنها تراسك توفيني مجالة الصرف ومس تعرض على للجنة المالية وهذه مبادرة طيبة لا عرف أنها نباكت فوزيتيفة بتاعها على الإيكونومية في تونس نعرف الحاجة الثانية الخطوة الثانية مجالة الاستثمار ذات كذلك على الطاول للجنة المالية والتي هي مش تعرض على للجنة المالية وإن شاء الله تكون في سنة 3024 جاهزة مجالة الإدماج المالية ذات كذلك مش يكون متواجد هذه إجراءات هذه رسائل الطملة اللي يزمون يعرفها الشعب التونسي وخاصة اللي يزمون في القطاع الاستثمار لكن مثال سي عسام مبارك لو فيك على التجاوب معنا هو نجم القارو إحنا أمام بعض رسائل الطملة مع العودة ومع العامل جديد مجالة صرف مجالة استثمار وبعض الأحكام الاستثمارية لكن عندك قطاعات حيوية أنت اليوم ورفعات من رفعات الاقتصاد الوطني هما بيدهم قاعدين يتشكي مثلا السياح يقولك فيش قام أنت توخر وتقدم تعملي تاكس جديدة وقت اللي أنا ما زلتك في خرجت من الكريز متى الكورونا وقت اللي أنا ما زلتك بديت نتنفس هل اليوم الأحكام الخلافية هذه شوية من بعض القطاعات فيها مقترحات للتعديل داخل الجلسة العامة وإلا ليه أنا الرسالة اللي نزيد نتمن بها ما زلتك حتى قطاع في تونس وإلا حتى منظمة تقدمت مطلب اللي تنسل بلجلة المالية ورفضناها هذه اللولة معناها حبينا نشركوا جميع الأطراف اللي تقدمت مطلب وجونا وكالات الأصفار وجونا أصحاب الغرفة النزل وقدموا مقترحات وقالوا نشمية تدعيات الأتاوات الجديدة على القطاع السياخي قبلناها أحنا نتوى ولا ما زلنا موصلنا للفصل اللي تتعلق بالقطاع النزل نعرف أكيد الديباء مش يخرج كل شيء مش يخرج على موقع المجلس والديباء بتعلاجة المالية مش نخذوه معناها مش نشوفوها بطواته وكليك واحنا موصلنا استمعنا لهم إلا مش نتفعلوا معها وتناقشوا معها إسمعنا وجهة النظر المتاح كل جهة المالية مش نقبلنا مقترحات مش نعرضاء على صورة التنفيذية لهي وزارة المالية وفي الأخير نحاول الله نصول حال كل واحد مش يعطي بزرق المال وعطاته غرفة النزل شنية حججة وشنية لبطاكة بتاع الأتاوة جديدة هذه على النزل مش نستمعوا الوزارة المالية واحنا مش نحكمه العقل ونشوفه أنه يختم القطاع الفلاحي كيف كيف يا سعي صاد طوال القطاع الفلاحي يقول اتحاد الفلاحين أنه تقدم بعدة مقترحات لإصلاح القطاع لإدراجها ضمن مشروع قانون المالية 24 منها مقترح تكفل الدولة بنسبة 50% من معلومة تأمين الفلاحي على غير العدد من الدول الأخرى مثل المغرب التي تتكفل فيها الدولة بعدة مناسبة 90% من معلومة تأمين الفلاحي لكن لم يتم أخذها بعي الاعتبار هذا إلى جانب زيلا كذلك مشاكل كبيرة أخرى تخص التمويل الفلاحي وتخص الجيحة وتخص الجفاف الفلاحي قاعدين يقولوا حد حد ما يزمع فينا بالنسبة لإتحاد الفلاحيين تقدمونا مطفق وتقدمونا مش جلس استماع على خطر الفرق بين أنه يتقدم المقترحات وجلس استماع وانت تقوى تخل الكاميرات وتشوف أنه يقدم في اللجنة معلها جيت وقت مشنوص الفصول متعلقة مقترحات انتحاد الفلاحيين مش تخذوها بعي الاعتبار نعيبين لكن آحنا ديما قال عليش نازم ديما تحليل معلها منطل منجيوش آحنا تعرض الظرف المالية العمومية وهيلي ما تخطى حتى مواطن ثويس شنين ظرف المالية العمومية معنى مالية مستعبة شوي واختلمش نمشي آحنا في إجراء ليش أنا أخطك أي إجراء روعده تكلفته واختلمش لكن كل الفاعلين كل الفاعلين يقول لك راني ما نمشي للمجلس ونعطي مقترح كان ما نعطي ألترنتيف متع تمويل ليه دونكو ما يعرفوا شي هذا أب صلما أي جزء طبعا واختلا أنت بتجيب إجراء سواء في بعض السرديق أو في أحد السرديق أو في أحدية موارد أنا فقط تجيب إجراء الموارد متاحة مثل القلون أساس الميزانية نحن نخط لك بالتومس للفصول المتعلقة بالخطاع الفلاحين والدباع مش يكون إن شاء الله في المشتوى أنه ونحن نحن يبعث وإذا كان التعديل مش نجيب لنا موارد وإلا المتعديل مش يحصل موضعية الفلاحة نحن نتبع نحن نخل في الشعب التونسي ونرى الناس يبقى لنا زادة مجال آخر أنه في الجلسات العامة يتقدم العديد من المقترحات عالنا في الجلسة العامة وإذا كانوا فصل فيه مقترحات وتبنات وكتلة أو خمس أو عشر من النوات يتعرض على الجلسة العامة ويتحل النقاش وبعد ذلك نتعديوا للتصويت تقول لي الأمور السلامات متعدية في أجواء مهاش متوترة وهذا حاجة باهية لكن في الأثناء لحقيقة سي عسام فما ملام شوية على البرلمان في علاقة بأنه تتعدى قدامه حاجة ما يناقشهاش بما فيه الكفاية ردود فعل على ميزانية رئاسة الجمهورية في حدود 200 مليون و400 ألف دينار بزيادة بـ 4.9% وهذا تصويت كامل داخل البرلمان وكانه حتى حد ما عنده ما يقول في الموضوع سوف بالنسبة كان المهمة رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ميش بيصير بلجنة المالية لعندي جروة تعطيها لجنة الحق والحرية ولكن تأكد وللمعلومة نسيق وتأكدت وقلتها تمام دفوع أنه والله قدامنا اللي شعب التوسي والله اجتهادنا فيما يتعلق بالمهمات أو بقانون المالية حسب اجتهادنا في اللجنة وغيرا وقت اللي تقدم انت مفرحات وإلي تقدم تعديلات وإلي تقدم وجهة نظر كل واحد راه من وجهة النظر الحاجة اللي قلم بتاتل تشجع لي طوام على أعمالي في لجنة المالية لعدك حتى ضغط سواء داخلي أو خارجي وأعيم أقو سواء كرئيس لجنة المالية أو كأعضاء لجنة المالية هذه الأول الثاني حاجة أنه زمناء النواب والعرفة في العمل المتاحهم أنهم يحكموا الضمير بما يتعلق بالمهمة معناها إذا كانوا هم تعدوا بالعديد من المهمات فيها المتحاف ومحتفظ فيها اللي راق على مهمة لأس الجمهورية بسيطة ما فيهاش أنه نقاط وأنه كانوا الفرضيات التي بنات عليها مقبولة وكما هيش مشكلة معناها أنه هكا مهمة تعديد بالأغلبية أو بالأقلية أنا أخذ لك نزه كاف للزمناء وأنه تحكموا الضمير بتاعها فيما يتعلق سواء بمشروع قانون المالية أو بالمهمات هل تنختم بسؤال عام مرة أخرى في علاقة بـ 300 نمو يا سي عسام لو الآن رئيس الحكومة جاء أعطاه تقريبا نص الرسمي إلى جانب مداخلات جانبية تكلم فيها على 3% لكن الأرقام الأخرى فرضيات مش هيبيدة داخل الميزانية وفي نفس الوقت الفرضيات قدش من المرة تتعملهم بعد نعملوا التكميل ونلقا روحنا بعاد يسر على الرشمة وبعاد يسر على الخزمة اليوم الرقم هذا شنو رأيك فيه أنت 3% نمو 3% في 24 نحن تقريبا ديزل ألترناتيف إذا كان القانون الميزاني في 2024 تتبلعه على فرضيات وانت كنت ترجع لمداخل المدولات من الجزة المالية وتعرف اللي كون كيف نحن لقشنا على الفرضيات أعطيني أنت رأيك 3% شنو رأيك أقبل ما نمشي الـ 3% على 2.1% اللي هي في 2024 في سنو المالية اللي موجود بين يدينا واشنو هي الفرضيات وكلام رئيس الحكومة محمول على الجد زد كذلك 3% ما جيتش ما جيت زد كذلك من عند رئيس الحكومة دونك نتداول في 3% زد أنا نتداول المبدئين نتسعلوه كرئيس نجل المالية نتداول في 2.1% في المشروع في المشروع اللي قدامي في المشروع والكلام نقوله أنا يلزمني بما يتعلق في المشروع عم 2.1% واللي هي تبنات على فرضيات مثلا ساعة برميل النفط في حدود 81 دولار ونتوجه سؤال سيد وزير التبالية نرى العديد من المتغيرات اللي تنجم في 3024 تنجم الحرب الأوكرانية الروسية تتواصل خاصة لتفاقية من الروسية ومن الروسية والسعودية في تخفيض نسبة إنتاج نفط رهي متراجعة هذي نجل يكون عندها عملوا بالوسائق والحجاج هي شو كانت قاد أحلى في المرجعة تعالى هو صندوق ثلاثة بالمئة سايزان ثلاثة في المئة سيد رئيس الحكومة يعرف كيف يقول ثلاثة في المئة لا يش موجود عندنا في القانون المشروع والعمالية والنجم نوشته حتى الثلاثة أو أكثر لكن أنت موافق عليش مش موافق أنا ما يش موافق قلت لك النجمون أنا اللي موافق عليه 2.1% اللي موجودة في المشروع لا يش موافق على ثلاثة في المئة لك نقول لك أحلى نجم نوشته لثلاثة في المئة عنا لدينا عديد موروات غيرات نجم تسي نجم برميل النفط وغضوة الحية بسبعين في المئة سبعين دولار لا نجموش نوشه نجم الدعم مثلا ينقص فيه أسعار القمح اللي هي مستوردة ينجم أسعار القمح يتيح ينجم يكون عندنا أنتاج ينجم يكون عندنا أنتاج بكيفية كبيرة ينجم يحاول ينجم يحاول ينجم الآن سعيسام هذا تنتبعه بتبعية الحال فما حاجات معطيات نعرفه معطيات ما نعرفه وهيش لكن حكمك على الموضوع يهمني أنت يا سعيسام وقتش تكمله المناقش نعرف بالقانون قبل نهار عشرة لكن يبدو أن الأمور ماش يملي وقتش ينتهين للنقاش من الميزانية والله نحن في مشروع القانون ونطور أخرج بالجلسة والجلسة متواسطة نسميش حتى فصل حتى فصل نحن صنع الفصل 33 نسميش حتى فصل ما خذاش معناها أقل من الساعة أو ساعة نقاش وثم فصول خذاش 3 و 4 ساعات نقاش وثم فصول أجلناها لمزيد تشاور معناها نحن قاعدين نشكهدوا وناخد نوران براسك يومي مصباح للتسعة العشر مساعدين ونستمعوا جميع الأطراف ونحبوا في قدم وحاجة اللي هي سر للشعب التونس حضر فعيد شكرا لك سي عسام بركة الله فيك إذا ما هو إلى لقاء أول إن شاء الله نستقبل سيئة تكباح ذينا في أقرب الأوقات